السؤال اليوم يقول هل صحيح أن الاستلقاء على جهة معينة أثناء النوم يكون أفضل للمعدة هل صحيح أن إذا استلقيت على اليسار ولا إذا على اليمين يكون أفضل للمعدة والإجابة هي نعم لكن أولا أهلا وسهلا معكم علياء المؤيد هذه قناتي وإذا تحبون هذا المحتوى ارسلوه لمن تحبون حطوا للحلقات لايك اشتركوا في القناة عشان يزيد انتشارها ولا تنسون أنه عندي منصة اسمها أكاديمية علياء فيها دورات أونلاين باللغة العربية عن كل ما له علاقة بالصحة الجسدية والنفسية أيضا نرجع على موضوع المعدة هل صحيح أنه إذا عندي مشكلة في المعدة أنه إذا أنام على جهة معينة يساعد المعدة والإجابة هي نعم عادة يكون إذا يكون بداية النوم على جهة اليسار يكون أفضل للمعدة لأن المعدة تكون أنزل وصمامها ينغلق إذا تنام على جهة المعدة تصير فوق كأنه عندها تكون قابلية أكثر أن محتوى المعدة يعود إلى الأعلى ويسوي ارتجاع الأحماض الموجودة خاصة إذا الصمام مرتخي ولكن هذا لا يحل المشكلة إذا عندك مشكلة في المعدة وعندك مشكلة في الارتجاع أثناء النوم خاصة اللي نامون على ظهرهم بيكون عندهم مشكلة تتكرر بالارتجاع ممكن أن أنت تحل المشكلة مؤقتا عن طريق النوم على جهة اليسار أو بداية النوم على جهة اليسار ممكن حتى تأخذها عادة كبداية ولكن مهم أنك تبدأ تفكر في ما هي الأشياء اللي وصلتني لهذا المستوى الآن يعني تشوفون الطفل لما ينام على ظهره ما عنده مشاكل فمعناته المشاكل اللي تصير في المعدة أو في التنفس أو في الارتجاع أثناء النوم معناته هي مشاكل سلوكية مشاكل نمط حياة مشاكل أحنا بنيناها مع الوقت وجسمنا بدأ يتصرف بناء على هالقرارات اللي احنا اتخذناها فمهم جدا أن أنت تبدأ تباشر كمثال الوجبات الثقيلة في الليل لازم تنشال المقليات تنشال لازم تشوف إذا عندك أحماض كافية في المعدة فكل هذه الأشياء أتكلم فيها في دورات وجلسات عندي على أكاديمية علياء عندي جلسة اسمها زكام الارتجاع نتكلم فيها عن كل تفاصيل هذا الارتجاع الذي يحدث في الليل خاصة أثناء النوم وبعض الأحيان لما أصحى الصباح أشعر أن أنا عندي احتقان وعندي مشاكل جيوب وعندي شيء يشبه الزكام ولكن هو في الواقع مو زكام هو تبعات هذا الارتجاع الذي يحدث في الليل فمهم أن نحن نبدأ أيضا نفهم ما هو سبب انفتاح هذا الصمام أنا ليش صمامي صاير مرتخي صمام اللي يفصل بين المعدة والمريء ليش صاير مرتخي فهناك أسباب أيضا لارتخاء هذا الصمام منها أن أنا قاعدة أتعرض للقلق والتوتر والكذا فالإجابة على السؤال هي نعم أفضل أن أنت تنام على اليسار في البداية إذا عندك مشاكل معدى خاصة ولكن مع الوقت أتمنى أن أنت أيضا تبدأ تنظر في الأسباب المسببات الأخرى اللي تحل المشكلة من جذورها مو بس نسويها تقطية نبدأ نحل المشكلة من جذورها نبدأ نفهم ماذا يحدث بالجسد عشان هو يعطيك حلول دائما أيضا فأتمنى أن أكون جاوبت على هذا السؤال لا تنسوا أنه عندي منصة أكاديمية تعليا فيها جلسات ودورات مفصلة شوي أكثر عندي دورة اسمها أيضا قلون العصبي والهضم للمشاكل اللي فيها لها علاقة بالمعدة والقلون والارتجاء وهذه الجلسة اللي تكلمت عنها اللي اسمها زكام الارتجاء ولكن أيضا أحثك أن أنت تبحث أيضا في الجلسات اللي سويتها عن التأمل لأن الراحة النفسية اللي تقلل التوتر دورها يكون كبير جدا في إراحة الجهاز الهضمي وطلعك من مشاكل هضمية كثيرة لما تبدأ تتعلم تدخل في عقلك من الداخل وتهدي تصل إلى السكينة والهدوء السكون النفسي فأتمنى أن إذا عجبتكم هذه الحلقة ترسلونها تحطون لها لايك تشتركون في القناة عشان يزيد انتشارها وفي الأخير هذا كان رايي والقرار قراركم